موسيقى موجز العاشر من قناة الجزائر الدولية السلام عليكم ورحمة الله اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد الخميس على ضرورة تبني مقاربة مختلفة عن الأثر التقليدية للتعاون لوضع أسس جديدة لشراكة بين البلدين وإرساء فضاء إقليمي جديد يقوم على القيم والمبادئ المشتركة وذلك في بيان المشترك أطلق عليه اسم إعلان قرطاج الذي توجى زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى تونس واستمرت يومين وجاء في البيان أن المحادثات المهمة التي أجراها الرئيسان رسخت التوافق التام في تقدير مستوى علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والرغبة المشتركة في الارتقاء بها في كافة المجالات إلى أعلى المراتب وفتح آفاق أوسع وأرحب يحيي التونسيون اليوم الذكرى الحادي عشر للثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي ففي مثل هذا اليوم من سنة 2010 أحرق الشاب محمد البعزيز نفسه في محافظة سيد بوزيد احتجاجا على الظلم ما أثار احتجاجات توسعت رقعتها إلى مختلف المدن التونسية ويميز الاحتفالات سنة كونها صارت رسمية بعد إعلان الرئيس قيس السعيد قبل أسبوعين تغيير عيد الثورة إلى اليوم بدلا عن تاريخ الرابع عشر جنفير المعتاد وسط انقسام سياسي وشعبي حيال قرارات قيس السعيدة الاستثنائية رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرترس بالاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الحادي والعشرين من نوبمبر الماضي وأضف فولكر في تصريح لقناة الجزيرة أن ذلك يعتبر خطوة أولى للخروج من الأزمة على أن تتبعه خطوة أخرى كإنهاء حالة الطوارئ وتشكيل حكومة كفاءات وضمان حرية التعبير والتجمع كما رحبت السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالاتفاق السياسي في السودان يعقيد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة الوضع في إثيوبيا وتعين محققين في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الحرب الدائرة بين الجيش ومسلح جبهة تحرير تيغراي هذا وقالت منظمة العفو الدولية هيومن ريسووتش الخميس إن مقاتلين في منطقة أمهرة يعتقلون مدنيين من تيغراي ويقتلونهم في موجة جديدة من العنف العرقي المرتبط بالحرب في الوقت نفسه طالبت لجنة حماية الصحفين السلطات الأثيوبية باعتقال صراح صحفين عتقل منذ نهاية نوفمبر الماضي قال رئيس المجلس الأوروبي شارلت ميشل اليوم على تويتر إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتخذوا أثناء قمتهم المنعقدة في بروكسل قراراً بتمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وأضف ميشل أن زعماء الأوروبيين دعوا روسيا أيضاً للبدء في تنفيذ اتفاقات مينيسك يأتي ذلك عقب إصدار البرلمان الأوروبي الخميس بياناً يدعو فيه أعضاءه إلى الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا أعلنت بريطانيا أنها وقعت مع أستراليا خلال حفل أقيم عبر فيديو اتفاقية للتبادل التجاري الحر بين البلدين يفترض أن ترعى ما يزيد عن عشرة مليار جنيه استرليلي من التبادلات السنوية وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان إن الاتفاقية التي وصفتها بالتاريخية تحدد معايير عالمية جديدة في المجالين الرقمي والخدمات وستخلق فرصاً جديدة للعمل والصفر للبريطانيين والأستراليين فيما لا تزال الاتفاقية بحاجة لإقرارها من قبل برلماني البلدين أوصت السلطات الصحية الأمريكية الخميس باستخدام اللقاح هاي فايزر وموديرنا بدلاً من جونسونان جونسون في تطعيم جميع البالغين ضد كوفيد-19 وذلك بسبب تجلطات دموية يعتقد أن اللقاح أحاد الجرعة مسؤول عنها وقد اتهم مركز الوقاية من الأمراض سي دي سي لقاح جونسون بتسببه في وفاة تسعة أشخاص في الولايات المتحدة نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة